اشتركوا في القناة بعض الأفكار وبعض الحلول وبعض التنظيمات لتنظيم الحياة هذه قابلة للنقد وقابلة للتغيير وهي ديناميكية بالأساس لذلك الدولة الدستورية العلمانية والديمقراطية في كل دول العالم هي الآن متقدمة في كل المجالات الشريعة الإسلامية النص الديني له ما يغارب الستقراءات ومئات التفاسير وكل مذهب كلامي يحتكر الشريعة في نفسه أصبح المسلمون اليوم يعبدون الطائفة أكثر من دين الطائفة ويعبدون الدين أكثر من رب الدين وبالتالي هذه مشكلة النص المطلق سيجعل الجميع يحتكر للحقيقة المطلقة ولاحظنا نعيش في أزمة طائفية بحثة في كل مكان الناس صايرين يشتفزهم أي موضوع يتعلق بالدين لا تقدم الدين كمشروع إيدولوجي يبقى الدين في أرواح حالته أما أنك تقدم الدين كمشروع إيدولوجي ويفرض على الناس يصير أخطر من النوع يعني تشوفنا الدولة العلمانية وهي الدولة الأبقى والأفضل لكل شهر نحن على مستوى الثقافة طائفيين وديكتاتوريين ومستبدين هذه العقلية العربية الأسف لكن على مستوى الممارسة على مستوى السلوك نحن نظامنا ديمقراطي وليبراليين وعلمانيين في حياتنا نستخدم كل ما أنتجه الوعي الأوروبي والعلماني نستخدمه في كافة حياتنا دامنا التحريطة ما وصلت إلى التحريط ما وصلت إلى الإداء الجسماني أو النفسي خليه يعبر بالعكس هو أريح لي أولا ما يعبر عن فكرة راح يريحني أنا عشان يعريه للمجتمع حتى لو داعش عندنا داعش لا الإداء الجسماني أنا قلت له لا يصل قضية ريني الإداء الجسماني داعش أحد داعش يعني أنا اعتبر إنسان مدلس وكذاب من يعتقد من يقولنا داعش والله مات مثل الإسلام لأنهم أساسا عاجزين على أنهم يثبتوننا داعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين عافوا بس خلا وصلوا عاجزين على أن يثبتوننا داعش لا تم مثل الإسلام كل ما أطلع جريمة غير أخلاقية ولا إنسانية هؤلاء لا يمثلون دين هؤلاء خوارج الفهم الخاطئ للدين قدم نموذجك لا يوجد نموذج ديني إسلامي في العالم أفاد البشرية حتى حضارة دار الإسلام التي تتقنى فيها تيار الإسلامي في أندلس هي تطورت وازدهرت بسبب لانفتاح الثقافي على كتب الأغريق وترجبتها وبلشت في عهد خالد بن يزيد واستمرت 300 عام وليس من النص القرآني وليس من السنة لاحظوا فترة الخلفاء الراشدين حتى أكدنا أن الدولة الدستورية ومالها أساس شرعي عملية تداول السلطة بين الخلفاء الأربع الراشدين كانت غير واضحة يعني في حدد السقيفة صار أبو بكر وبعدها ياتي عمر تعين من ستة اختاره أبو بكر بعدها عثمان دليل على أنه ما في نظام لعملية تداول السلطة هذا يدول على أن نظام الإسلامي نظام مرن نظام الإسلامي نظام مرن هذه مصيبة هذه مصيبة هذه مصيبة موضوع تداول السلطة يكون بل مرن فيه مرة تخيل أنا اليوم ديمقراطي باشر أصير ديكتاتوري طبعا في التاريخ يسمونه فتوحات هو بالأصل في علم السياسة نسميه استعمار تعتبر فتوحات الإسلامية فتوحات الإسلامية مصطلح في علم السياسة لما تتكلم عن حطي في علم السياسة هو استعمار ما يسمى التاريخ الإسلامي يسميه فتوحات أمر هو في علم السياسة لا يسمى ابنه رجل منه حرق كتبه ابنه هيثة منه نفا ابن سينة ابنه خوارز منه كفرهم إسرائيل ولا أمريكا خواه ما كانوا موجودين ربيعنا خنكون صريحين نقدد شوف كل الأمم تتقدم إذا قامت بنقد تاريخه إحنا بس المجد في التاريخ لا يمكن حاضرنا تعيس لأننا احنا مزدوجين نعيش في ازدواجية قاتلة